في وقتٍ هم أحوجوا فيه إلى تنفس الصعداء واستعادة استقرارهم المعيشي بعد حصارٍ غير معلن دام شهوراً طويلة يتعرض صياد الساحل التهامي من جديد لانتهاكات الدوريات الإيرترية في عرض البحر اليمني وفقاً لصيادين نجوا من ملاحقة لإحدى الدوريات الإيرترية فإنهم تعرضوا للمطاردة على بعد 12 ميلاً بحرياً أي على بعد نحو 23 كيلو متراً من البر اليمني ليست المرة الأولى لأنها تتكرر من حين لآخر وخلالها يتعرض الصيادون لنهب ما لديهم من حصيلة نهيك عما يتعرضون له من انتهاك يصل حد التعذيب بعد ملاحقة يستخدم فيها أحياناً الرصاص الحي صيادون من سكان منطقة الخوخة الساحلية قالوا إن الدوريات الإيرترية اعتقلت قبل يومين أكثر من مئة صياد يمني بعد الاعتداء عليهم وقاموا بمصادرة 17 قارباً تم قطرها إلى ساحل ترما الإيرترية الموقف الرسمي حتى الآن اقتصر على تغريدة لوزير ثروة السمكية فهد كفاين قال فيه إن مثل هذه الممارسات غير مقبولة وينبغي أن تتوقف ودع الجانب الإيرتري إلى التوقف عن هذه الممارسات وإطلاق صراح الصيادين الذين تم اختطافهم من المياه اليمنية وتسليم القوارب والمعدات التي تم الاستيلاء عليها وحتى يتم تحرير الصيادين وقواربهم يتساءل البعض عما يمكن أن تفعله الحكومة لمئات الأسر التي انقطع مصدر عيشها بسبب احتجاز عائليها ومصادرة رزقهم